وينضم إلينا من القاهرة البحث السياسي الليبي حسن حسين مفتاح سيد حسين مستعدون لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا هذا ما نقلته الصحف التركية عن مسؤولين قالوا أيضا إن السراج سوف يقدم الأردوغان بعد شهرين طلبا لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا الرسالة التركية وتوقيتها من هذه التصريحات بالتأكيد هذه التصريحات ليست جديدة صيغ قد تتغير لكن أعتقد أن تركيا رمت بكل أوراقها منذ بداية العملية العسكرية في طرابلس التي بدأتها القوات المسلحة العربية ليبيا في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصم من هذه المجموعات لأن تركيا تعتقد جازمة أن طرابلس هي آخر مكان يمكن أن تعتمد عليه تركيا في بناء مشروعها الراعي لجماعة الإخوان أو التنظيم الدولي الإخوان ومشروعها الحلم العثماني في شمال أفريقيا فهي تحاول أن تسارع الوتيرة كلما تقدمت القوات المسلحة نحو هدفها داخل العاصمة حتى التوقيت ليس توقيت هذه التصريحات التوقيت الاتفاقية الاتفاقية أو مذكرة نعم ولكن يجب أن نأخذ فيها الاعتبار أمرا الأول أن هذا التوقيت يأتي بعد لقاء عقيلة صالح وغسان سلابة ولمناقشة سحب الثقة الأمر الآخر هو ما ذكرته الآن وهو تسارع وتيرة الحرب في طرابلس إذن هنا التوقيت قد يكون له رسائل ما تريد أن ترسلها تركيا وهنا سؤال آخر هل سيستطيع يعني هي مسألة السباق مع الزمن هل سيستطيع عقيلة صالح بذعم من الأمم المتحدة أن يقوم بالفعل بإيقاف هذه التحركات التركية قبل أن تتم بسحب الثقة بالفعل من الحكومة العمل الآن جاري على وجهتين أو في اتجاهين الاتجاه الدبلوماسي والسياسي الذي يقوم به رئيس مجلس النواب لسيمة خلال الأسبوع الماضي جولتين أساسيتين جولة شملت محطتين أساسيتين هما القاهرة وأثناء ووجد دعم وتشجيع واتفاق في وجهة النظر خاصة إذا ما اعتبرنا أو ما انتبهنا إلى أن عقيلة صالح هو ممثل لمجلس النواب الجسم التشريعي الذي من خلاله تتم اعتماد كل مؤسسات في ليبيا فهو من يعبر عن شرعية أو مشروعية ما يصدر عن هذه الحكومة وأعتقد النصر أصبحت واضحة لسيمة أنه بعث إلى الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الاتحاد الأفريقي وعدة دول العربية والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن للتنبيه لخطورة هذه الاتفاقية وعدم قانونيتها الاتجاه الثاني هو ما تقوم به القوات المسلحة بعيدا عن صوت الدبلوماسية وبعيدا عن حتى صوت الإعلام القوات المسلحة اليوم أصبحت أقرب من أي وقت ماضي إلى عمق العاصمة رابلس اليوم قوات المسلحة تتقدم في أكثر من محور لعل أهم المحاور الأقرب إلى مركز العاصمة طرابلس محور مشروع الهضبة الآن حي بوسليم وهو حي رئيسي أصبح في مرمى القوات المسلحة أيضا ماذا يريد أردوغان دعنا نتحدث عن الموقف الدولي ماذا يريد أردوغان من بوتين الذي هتفه لبحث الأوضاع الليبية وماذا تعني تصريحات الإيطالية بعد لقائه كل من السراج وحفتر أعني الجهات المسؤولة في إيطاليا بأنه لا حل عسكري في ليبيا كيف يمكن أن نفسر المشهد الدولي من خلال هذه التحركات الأخيرة طبعا لا يختلاف في أن الحل في ليبيا وفي أي مكان يجب أن يكون سياسي لكن الحل السياسي لا يمكن أن يتم إلا بعد استباب الأمن وبعد سيطرة القوات المسلحة بشكل كامل على الأرض أما هذه الحديث سواء كانت الدبلوماسية بين روسيا وتركيا أو حتى الدبلوماسية الإيطالية اليوم مزير خارجية إيطاليا قام بزيارتين زيارة إلى شرق ليبيا وزيارة إلى غرب ليبيا جلس مع سراج جلس مع حفتر وتواصل مع كل الأطراف السياسية الليبية أعتقد عمليا مهما كانت هذه النداءات أو هذه التصريحات أو حتى الحوارات سواء كانت بين بوتن وأردوغان وغيرها الحقيقة هي ما يسير على الأرض أعتقد أن نجاح القوات المسلحة هو الفيصل في الموضوع أما غير ذلك فإن العملية ستعود من جديد اليوم على فكرة نحن نحتفل إذا كان احتفال أو نستذكر الذكرى الرابعة لإعلان الاتفاق السياسي وماذا جانا الليبيون من الاتفاق السياسي إلا الخسائر والتراجع وبدل حل المشاكل تفاقمها وازيادها فأعتقد أن السياسة الآن مؤجلة الحسم أولا اجتثاث المجموعات المتطرفة الإرهاب فك حصار العاصمة طرابلس وفك القرار السياسي بشكل حقيقي ومن ثم طرح عملية سياسية بشكل هادي وبشكل موضوعي وفي ظروف آمنة يمكن التعويل عليها من القاهرة البحث السياسي الليبيه حسين مفتاح شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر